في حوالي مش 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 زكاء من مني ولا حاجة لك انا هنعمله في حوالي مسلا تنين وتلاتين سانية هياخد مساحة قد كده من من الصبور هننفزه دي بقى انت وحضرتك بقى وستدارك للكمبيوتر اعتجر مسلا مش هكمل نص دقيقة تنفيزه على الكمبيوتر تلاتين سانية انا عارف ما كنت مش مصدقني بسمع ليش انا يعني كلها مسلا عشر ساعات كورس ونوصل لتمنين دات دي حاجة دي حاجة دي حاجة الحاجة التانية في ابليكيشن معينة مش هينفع تعمل بالكنترول هعرف عاملها بالبي لسي فيه عاملها بالكنترول كنت بعمل كده في يعني مسلا مساء لو عايز اعمل لمبتين يعملوا فلاشر عملتوها لأ لمبتين يبدلوا مع بعض ما علينا هننفزها اسناني الكورس محتاج كم طيمر للمبتين يعملوا فلاشر نص سانية ونص سانية اتنين طيمر صح؟ بالبي لسي من غير طيمرات خلص عنده حاجة في البي لسي اسمها اس ام زيرو بوينت خمسة هو تعامل جاهز شغلنته نعمل كده هو شغلنته نعمل كده بس يفتح وايفل كل نص سانية فيه بيفتح وايفل كل سانية كمية سانيتين خمان؟ فيه عشان عملها يعني تمرين مسلا زي تمرين اسنسير اسنسير ده حاجة تخض خاصة لما يكون مسلا اربع خمس وقفات اربع خمس دوار يعني دورين ده حاجة سهلة اكتر من كده بموضوع صعب شوية عمل لها حاجة في اسمها في في جدول جوة جدول ده هو بيقسم واقفات الاسنسير ويعمل بنعمل اصنصير كل. بيساعد بس المعتمد على حرارك برضا لان هو مشامل كل حاجة. صح? في اصنصير في حماية في اصنصير من غير حماية هو انت يعني انت اللي هتامل كل حاجة. بس هو بيساعدك او في كبرمج. فدي فكرة حاجة تانية. في الكنترول اكيد حصلت معك شوف انت انت عملت الكورسفة دي تلات اسابيع. تلات اسابيع. اكيد حصلت مع حد فيكو. في حد كبنمج كان معلق واشتغل او كان شغل وعلق معاه. ما ينفعش ما حصلتش ده لازم انت حصل. ده لازم حصلت. مين اشرف ده مين مش هنس اشرف. ماشي. حصلت عندنا واحد شاهد او. في البيل سي. انا هتحك. مزعرش مني بس اما انا هتحك. لو قلتلي ان هو كان شغل وعلق او كان معلق واشتغل ما ينفعش. اصنصير ما بيعلقش. يعني في الكنترول اه لو واحد عدى بسرعة عمل زبزبة في الهواء هز السلكة فصلت. دي هتحصل. انا مصدقك لو قلتلي كان معلق او اشتغل او كان شغل وعلق. اشتغل النهاردة شغل بكرة بعد بكرة لغاية ما البيل سي تحرق اوها شغال. بس كلمة يهنج في البيل سي كلمة مش صح. بس سبنا اقنعك بيها. اقنعك يعني حصل ان هو عمل مشكلة عمل مشكلة بس يهنج لا. حتى يعني في المصنع يقول لك يقول لك يقول لك البيل سي هنج واعمل له بش حاجة اسمها البيل سي. بس هقول لك ليه ما نعمل البيل سي تحل المشكلة. مش الفكرة في هقول لها بسرعة ولو تويت مني هوضح لك بعدين. كتير جدا من البيل يارضوا كرسات يقول لك لأ هو يبوز وبنعمل له ترجع زي ما كان يشتغل صح. يعني عملية اه لكن اللي هو قال له مش صح. يعني عملية اعمل ترجع زي ما كان. هي الفكرة في البرنامج. انا عامل في البرنامج مثلا خاصة البرامج اللي فيها شاشات شاشة. العام العمال يعمل ايه? اغلبية العمال هو مش عاربة سهو مبسوط ان هو بيدخل قيمة. فبيبوز الدنيا. ويوم مبوز بيعمل رجع كل حاجة زي ما كان. هي الفكرة في البرنامج انا عامل في البرنامج حاجة اسمها بيبعت اشارة اول ما البيل سي اشتغل. يروح ما رجع كل القيام لاصلها. فهو لما بيبوز الدنيا ويروح عامل القيام بترجع لاصلها مش خطر عامل عشان انا عامل حسابي في البرنامج ان لما نور يقطع ويرجع عن البيل سي ويرجع على تاني ويروح ما رجع القيام كلها ايه? زي ما كانت. فهي الفكرة في البرنامج. لو انا ما عملتش الكوندوش انا في البرنامج هاي دايما للصبح. هيفضل زي ما هو مشاكل ايه هاي. بالعكس ده البيل سي اتعمل عشان يخزن القيم. فقيم الغلط الدنيا الموجودة. بس انا عملنا جزء في البرنامج بقول له رجع على القيم الايديمة تاني بيرجعها تاني. تهم? فكلمة في البيل سي مش موجود. البيل سي بيبوز ابي بوز يعني. ممكنش هيتباع. بس البيل سي اتعمل عشان يقعد كتير. اتعمل عشان يقعد في درجة الحالة. مثلا تعد ستين درجة مقوية. تهيلي عن نقص ربان درجة مقوية. اتعمل في جو فيه رطوبة سبعين في البيل. اشتغل في الاجواء دي. بيبوز اه بيبوز ايه في ناس بتحط البيل سي بصراحة يعني نقص يحطوه في جردل الزبالة. يعني فيه في المصنع حديد وصلب ودرجة الحالة انت مش مستحملها والدنيا بهدلة وناس معندها بتخبط سيو موجود. اكيد مش هو كتير. البيل سي رغم ان اتعمل عشان يعيش بس اتعمل عشان يحطت مكان يعني ايه ليه بيه من الاخر. بدلاب ولو فيه مروحة ولو فيه تكيفية بيه خير واركة. مصنع ايه تالسمنت ناسا متاع الاسمنت. حطينا جسد البيل سي في او ده قدل ما اعملنا مثلا بتاع ست سبع مرات. مصنع كبير جدا يعني. حطي اللقطة كفاية. مش حطينا ممكن تحسب في مشاكل يقف. يعمل يقف معانا المصنع جراله ايه? وقف. في مصانع ما ينفعش يقف ولو نص سانية. مش عشان خاطر خسارة فلوس. هي طبعا خسارة فلوس لفرق معان. السبب التاني في مصانع مسلا افران. لو وقف الفرن المنتج اللي جراله ايه? اللي جراله ايه? باز. صح? ففي مصانع ما ينفعش فيها فيها اعلى. عشان كده كان في حد يسأل في اول الكرس. ليه في اس سبن متين وتلتمية وربعمية? يعني يسيه مزي بتضرب نفسها بنفسها? لا. التلتمية فيه امكانية ان هو حط لو حصل عطل في البيلس يفضل مكمل ما يوقفش. اكي? عشان كده عمرك ما هتلاقي مصنع حديد وصلب او مصنع اسمنت معمول بالاس سبن متين. انا مش بقلل من انت الاس سبن متين. ما مكناش درسناه في المعهد هنا. بس ده لي بتاعت. لكن مصنع حاجة حاجة ما ينفعش توقف حاجة العطل فيها يبقى موجود اقل لك المصنع ما يقفش ساعتها بنلعزل اس سبن تلتمية او مركات تانية غير سمنزة مسلا. الموديلات اللي موجودة في المعمل هنا اللي هنتكلم عنها اسلالة الكرس سي بيو اسمها سي بيو متين اربعة وعشرين ده موديلة هنشتغل عليه. اللي هي موجودة حواليكم في المعمل هنا. وفي سي بيو تانية اللي هي متين واربعتاشر. اللي هي الاقدم منها شوية. اقدم مش معناها اوحش. لان هي في مصانع شغل غطن عرضة بالبي لسي. اذا كان في مصانع شغلها بالكنترول مش نشتغل بالبي لسي القديم. الكنترول اقدم بالبي لسي. فاقدم مش معناها ان هي اقلف الامكانيات. ممكن تفرق في حاجة. ممكن تفرق في حاجة. ياما ما كانوش نزيله الجديد وما كانوش عارفو يبقوها. بس مش معنا ان هي ده هيعمل برنامج ده مش عارف اعمالها. المبدأ لازم ان تعرفوا الفكرة في حضرتك مش في البي لسي. يعني انا ممكن انا اجيب واحد اعيده على احدز جهاز بي لسي ما اعملش حاجة. واحد يعود على اول جهاز بي لسي مسلا من نزل من 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 حوالي خمسين سنة ويعمل اللي هو عايزه. اهمني? فالفكرة برضو غير انها في بي لسي فكرة في حضرتك. عن مثلا الفرقات ما بين جهاز بي لسي والتاني بيكون في الاربع حاجات دول. الحجم بيتغير. الحجم بيتغير. معلاش هي السرة ما كانتش موضعها الحجمة. بس اللي هو بوسط له الواقع اللي موجود في المعمل الوراء او اللي موجودة هنا مسلا ده. ده الحجم بتاعي. اصبر ده دي احنا تجهيزة هنعمل لنهال. ده البي الاسي القديم. ده الجديد اصغر منه. تريد ان حوالية نص الحجم. فدي نقطة. فالحجم تغير بس هي مش بيتباع على اساس الحجم لان عمري ما هقوله ده احسن لشان حجمه اصغر. لا. ليه? لان ممكن بكرة ينزلوا جهاز في عدد اكتر فغصبا عنهم هعملوا هلي في الحجم? هكبروه. هيا الفكرة ان الاتنين بنفس عدد نفس عدد نفس عدد فالحجم بقى ايه? اصغر. الحاجة التانية التكنولوجي بتتغير. يعني التكنولوجي بتتغير. واحنا شغالين بس دي حاجة ما توقفناش خالص على فكرة. يعني واحنا شغالين مسلا هقول لي الاسف معلش الناس اللي بتجرب مفيش في القديمة. في ناس هتزعل ويقول لك غير القديمة. حد برنامج محتاج محتاج سوري وانا هعملو لك من غير هي الفكرة فينا احنا احنا هنختلاع من يعني في الكنترول ما ينفعش يكون مسلا برنامج عايز عمله بتايمر وطولي لا هعملو مش هينفع. عسا ده لي لكن بال بالتايمر وبحب التحبيش بقى هو حتطهر لنا بقى وشفت حاجات اللي هي ما كانتش موجودة في الكنترول. هخلي الان دي بقى زي او العكس. اوكي? دي نقط. فدي التكنولوجيا اللي هتفرق. هنعرف مسلا الكونتر الدوم مش موجود في السي بيو القديمة لكن موجود في السي بيو الجديدة. عملا عشان اثبت لك ان هي مش فرقات جوهرية قوي. مسلا الكونتر الاب بيعمل ايه? يعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. الكونتر الدوم بيعمل ايه? خمسة فرقة في حاجة? هي كي كانت بتعد عدد. بتعد عدد الازيزة اللي جوها الكارتونة. عدتهم من واحد لاتناشر زي ما تعدهم من اتناشر لواحد. مش فرقة كتير. اكي? التغير. طبيعا لو غير التكنولوجيا تاعته يعني في القديم ما كانش فيه فما كانش فيه في الجديد عشان حط الكاونتر الدوم او فقالا حرسم له ايكونة بقت موجودة في فالسوفتوير بيتغير. بس عملا عشان ما تطلق بطوش احنا منزلين كل الجديد على كل الاجهزة. منزلين كل الجديد على كل الاجهزة. طب في نقطة هنا سؤال. الجديد في رسمة الكاونتر الدوم. ده مفهوش الكاونتر الدوم. لو جيت هستخدمه هيقول لي ايه? هو الفكرة في الصوفتوير والفكرة بقى في البالي زي كبالي زي. لما اجي حط اقول لي لأ يقول انا مفهمش ما عنديش حاجة بالاسم ده. يعني ارسمه في البرنامج اه. تيجي تبع تقول لك لأ يعني مش مستحمل حاجة اسمها كاونتر دوم ما يعرفش محدش عارفه عنه اي حاجة. فما ارداش يقبل. الكابلات بتختلف يعني الكابلز اللي باستخدمها في البي لسي هما بيسمها برضو تيرمينل طرف. كابل او تيرمينل. الكابل فكرته هي. انا عندي جهاز بي لسي. عايز ارد ما بين البي لسي ما بين الكمبيوتر. في كابل بيخرج من هنا بيروح على اي في الكمبيوتر يو اس بي او كوم حسب نوع لو لاب اكيد هيبقى يو اس بي. لان اللي لابات خلاص ما بيقاش ينتر فيها سرير. لو جهاز قديم شوية هيبقى فيه سرير. ما كانش اليو اس بي موجود. مثلا كجهاز بي لسي عامل كابل يشتغل مع الو اس بي وكابل يشتغل مع السرير. الكابل فكرته ايه? انا عايز اربط ما بين الكمبيوتر ما بين البي لسي. طب هربط ما بينهم ليه? اقل حاجة عشان ابعت برنامج انا بارسم على ايه? على الكمبيوتر. عايز اعط البرنامج من الكمبيوتر للبي لسي او في حاجة عايز اسحب البرنامج من البي لسي للكمبيوتر. ده اكتر استخدامين للكابل. اكتر استخدامين للكابل بتاع هو ان انا ابعد برنامج او اسحب برنامج. ليه استخدامات تانية اه. بس مش وقعية او يعني. مسلا انا شغال عايز ادخل لالعب في حاجة على الميموري بسرعة. اه محتاج الكابلة ان انا بستخدم الكمبيوتر وبغير في حاجة في الميموري. بس مش معقولة في المصنع اربعة عشرين ساعة قاعدين واحد بينها في الميموري. لا. دي في حالة لطل داخل عمل حاجة. صح? لان المفروض بقى لو هو يهمه موضوع الميموري ساعتها بيشتري ايه? شاشة. يبقى اربعة عشرين ساعة متوصل له ويستدمها براحته. ويحط عليها الباسورد لشان محدش يبقى في حاجة معاينة يبوزها وها كزا. تمام? فدي دي نقطة على الكابلز. الكابلز بتفرق من سي بيو لسي بيو. يعني مسلا. السي بيوات القديمة اللي هي متين واتناشر. متين واربعتاشر. متين وخمستاشر ومتين وستاشر. دي كهتشغلها بكابل معاين. المتين اتنين وعشرين. متين اربعة وعشرين. متين خمسة وعشرين. متين ستة وعشرين. شغلين بكابل معاين. اوكي. الكابلز دي بتفرق كمان في سرعات. يعني السي بيوات القديمة كهتشغلها بسرعة على يلة. اللي هي تسعة بوينت ستة تسعة بوينت ستة كيلو بيت بير ساكند. الكابلات الاحدث شوية التسيبيرات الاحدث شغالة بتسعتاشر. بوينت اتنين كيلو بيت بير ساكند. معناها ايه الكلام دوت? لو انا عملت برنامج مثلا لو حد فيكو اشتغل قبل كده على الورد كتب حاجة على الورد يعني اللي هو برنامج الكتابة. وسيفه وجاء عمل فتح الحاجة اللي وسايفة شاف حجمها الدي. هتلاقي حجم الورد ايه? قليل جدا بالكيلو بيت. حاجة حاجة يعني لا تسكر يعني لو مسلا فتحت برنامج ورد ودست على الكيبورد لمدة اربعة اتيام لا يمكن يوصل لأحد ميجا. لا يمكن استحاني الا لو حطيت الصور ايه يعني. تخالي بها ان برنامج البي ميش بالكيلو بيت ده بالكيلو بيت. البيت اصغر من البيت. البيت يعتبر واحد على التمانية من البيت. يعني معناها ان البرنامج البي اقل 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 بكتير جدا من الكتاب على الورد. يعني اولا ما عنديش مشكلة في الميموري عشان بس لما نيجي نكاري عن الميموري هنقل الميموري يقول لك سبتاشر كيلو كيلو بيت ناس هتخضي لك سبتاشر كيلو بيت دي ما تحطش عليها حتى يعني لو جيت اسجل كلمة قلو مش هتكفي. تمام? لان حجم الميموري بتاع البرنامج البي لسي قليل كده كده فما مفيش مشكلة في الميموري نفسها. الحاجة الثانية معناها ايه تسعة كيلو بيت لو انا اعمل برنامج حواليا مسلا جيت اشوف حجمه الطعق عشرة كيلو بيت يبقى هقدر ا بعضوا علي سي في حوالي الدين. دي معناها تسعة الميموري يقدر ينقل تسعة بوينت ستة كيلو بيت في خلال ثانية واحدة. يبي لو انا جيت الكابل الثاني والبرنامج خوالي عشرة كيلو بيت اقدر نقل في حوالي دين. حوالي نصف سن. ملا له دي فكرة الكابل. موضوع الكابل مش مش مهم قوي يعني ممكن اه مش هينفع سألك اقول لك انا افضل لان انا عارف ده من نسباك ام كان افضل بس في الحقيقة انت جاي بتصدم الكابل ايه مرة بعدت البرنامج خلاص طلع فيه غلطة بعدته تاني مسلا هتعدل حاجة بتصدمه كم مرة في اليوم مرتين تلاتة ومش بداش كلمة في اليوم لان في اليوم دي مالاش معنى ان في الحقيقة وانس ان انت عملت ده واشتغل في المصنع خلاص باخد الكابل وامشي حتى يعني ما فيش واحد بيشتري جهاز واشتري الكابل معه لانه وبيستخدموش بيأجره او بيخلي حد يعني يعملوا الشرارة دي فاضل الكابل سرعة في كابلات بتشتغل كزا سرعة وفي كابل بس بالسرعة دي وكابل بس للسرعة دي كم? تمام? بعد كده في كابل طبعا للموديلات تانية يعني مش منزلة بس منزلة منزلة تلتمية وربعمية في تلتمية وربعمية الكابل شغل بسرعة مية سبعة وتمانين ونص كيلو بيت دي اه مفروض نقف عندها دي يعني دي بصراحة يعني اللي منك وهيشتغل على على تلتمية هتعملوا كورس تلتمية هتحسوا لو رجاء تشتغلتين على المتين مش هيبقى عندك خلق تشتغل على المتين بصراحة ليه? انت هنا ما تيجي تبعت برنامج بيقول لك ايه? حاضر انا بابعت البرنامج بابعته لك. هياخد فيها حالة مثل انتها تربعة سوان. في الاس سيفن تلتمية وربعمية. لما تيجي تدوس وتبعت البرنامج قبل ما تشلق ديك من على الموس هيكونوا بابعت البرنامج. حتى هنا بيقول لك انا ببعت البرنامج. هنا اول ما يقول لك هيقول لك ايه? دون لود والساكسيفلي كومبليتد. خلاص تم بحمد الله. البرنامجة تبعت. كي مش هيقول لك انا بابعته لان هو سريع جدا. اضعاف اضعاف في السرعة دي. سي منزل على كده عملت حاجة تانية. قلتك عشان مهدش يزعل من اننا عملت كابل يشتغل مع كل الموديلات اللي هو الكابل ده. اللي هو الكابل هو اسمه ام بي اي مالتي بوينت انترفيس ام بي اي يعني مع اي نقطة يشتغل مع اي نقطة نقطة عند النقطة ما سود بها المكان بيوصل فيها. هو معروف ان هو دي خطين خضر. الكابل ده هو غالي لان هو يعتبر بتامن جهاز نفسه. بس ده مش مش هشتريه واحد بمسلا عنده مصنع اللي هيشتريه واحد شغال في المجال ده. اللي هو بيطلع عامل شغل في الاسمين متين وتلتمية وربعمية فبدل ما يجيه الكابل ده وده وده هو بكابل واحد يقدر يعمل كل دي. فدي فكرة الكابل بتاعت البي اللي سي. الكابل زي ما ينفعش تتبدل. دي نقطة مهمة. يعني في كابل زي ما جد بدلتها تلاقي كابلة حرق. لو بدلت كابل لمكان كابلة هتلاقي بعض الكابل زي مش كله هتلاقي كابلة حرق. اي جهاز موجود في العالم ده مبدأ. ده مش مش يخص المعهد هنا او يخص ماركت سيمنز او الموديل اللي هو الاسي بيو متين وربعمة وعشرين او متين واربعتاشر. لا ده مبدأ اساسي في جهاز في العالم. البي اللي سي بيكون ياما جواه باور سبلاي انترنل داخلي. ياما بيكون الباور سبلاي بتاعه خارجي. اللي هو التخزيه بتاعته. لو الباور سبلاي جوه هتلاقي هو بقول لك انا شغل بمتين وعشرين فولت. على فكرة هو مش بيقول الصراحة لان ما ينفعش جهاز بي لسي يكون شغل بمتين وعشرين فولت. بس هو عشان عارف انه جوه ايه? باور سبلاي فابقول لك اه انا شغل بمتين وعشرين فولت بس هو مش بمتين وعشرين فولت. لانه عارف انه جاب باور سبلاي عشان كده اقال الكلمة دي. النوع التاني بيقول لك لا انا عايز ايه? اربعة وعشرين فولت فباضطر لان اشتري ايه? باور سبلاي خارجي. فانواع اللي موجودة في السوق. يا اما يكون هو شغال باربعة وعشرين فولت فهاتر اشتري ايه زي كل الاجهزة في المعمل هنا. كل الترابيزات عليها في لان كل الاجهزة شغال باربعة وعشرين فولت. تتعلم? اللي شغال بمتين وعشرين فولت هو مش بمتين وعشرين. هو كده وكده. لان في الحقيقة كده كده برضو محول بس بوصل له بمتين وعشرين وهو هيصرف مع نفسه بعدين. تتعلم? دي نقطة. بصراحة بقى الحقيقة يعني ما فيش حاجة اسمها ولا أربعة وعشرين ولا ينتين وعشرين. لان ما ينفعش اي بوردة الكترونيج ولا اي جهاز الكترونيج يشتغل ب ربعة وعشين فولت حتى ولا اتحرق. الكيسة اللي عند حضرتك الكيسين كوبيوتر. اللي تتاخذ بنتين وعشرين فولت مش شغال ب panting وعشرين فولت? مش شغال ب خمسة فولت رينجة خمسة فولت. اي حاجة في العالم مش شغال بخمسة فولت. بذب. طب سؤال هو ليه ما اخدش خمسة فولت يعني ليه قال لك عايز متين وعشرين يعني ليه تفاشخر وقال عايز متين وعشرين المية اصان خمسة فولت. هتعرف تجيب لخمسة فولت? انا مش اعرف اجابها له. فهو قال لك عشان ما بقاش خنيق ودايق الناس اللي بتعامل معاهم. هات متين وعشرين وانا هعمل ايه? هنزلها. او هات اربعة عشرين انا هعمل ايه? هنزلها. هو قال لها مطلب متين وعشرين او مطلب اربعة وعشرين. عشان ده لا موجود في السوق. انا في البيت عندي مفيش غير متين وعشرين واربعة وعشرين. ما عنديش حاجة تالت. في المصنع مفيش غير دول. زي التلتمية طبعا. بس اكيد مفيش جهاز. ايه? فيه اتناشر بس مفيش جهاز جهاز. عامة سوري في مركات بيدي كرنجر من اتناشر الاربعة وعشرين يعني. ينفع. تمام? فدي نقطة. يعني خليك فاكر عشان تمان شوية هقول لك مفاجأة. مفيش غير اربعة وعشرين ولا متين وعشرين. هتقول ليه طلبهم? لان ده الواقع ده اللي موجود حوالي. انا هنا في المعمل مش هلاقي غير الاتنين دول. عامة سواء كان يعني جوه البي اي لسي. او البي اي لسي. دايما بيكون جوه البي اي لسي في دائرة. الاجتفير عشان يتأكد ان الغلطة ايه? مية في المية دي سي ومية في المية اربعة وعشرين ده لو كان اربعة وعشرين مسلا. ليه? لان البي اي لسي مقولوش دعمة. الممكن اجيه معمول في بير السلم تمن واتنين جنيه ونص. هو مقولوش دعم. بس هو عشان حماية يدفع عن نفسه او يحمي نفسه قال لك ايه? قال لك انا مليون المية اي فولت هيجيلي كده كده هعمل ايه? هتأكد ان هو اربعة وعشرين ده لو مفوض يكون اربعة وعشرين واتأكد ان هو دي سي. تمام? الحاجة التانية في اي جهاز بي لسي اللي هو اللي هو بالاخر معاني اخصار فيه كلمة مخ وهنعرف كلام ده بالتفصيل بعدين. مخ البي لسي عشان عشان اثبت لك ان هو مش مخ ومش بيفكر هم محفزينه كم معلومة. ليه نظام التشغيل? يعني ايه? هم ايلان له لما يكون مفتاحين توالي لازم الاتنين يقفل عشان يشغل. لما يكون المفتاح توازي ممكن تدوس على اداء او ده عشان خطر تشغل. لو في مفتاح اقاف لما تفتح افصل وعلى كذا. محفزينه كم معلومة بيمشي عليهم. فدي فكرة يبقى مخ عارف كم معلومة بيمشي عليهم. عشان اثبتك ان الموضوع دوت يعني موضوع يهمه قوي قوي وممنوع الاقتراب والتصوير. عمل ايه? قال لك ممنوع اي حد يعدل في فراح خزن على نوعها هنعرف ان كلمة معناها يعني تتفرج اه تعدل لا للقراءة فقط يعني تشوفها. لكن تعدل فيها ممنوع. عشان كده ياما لو واحد عامل في المصنع ما خدش القبض بتاعه اخر الشهر يروح داخل على الروم ويقول للبي اللي سي على فكرة من بكرة الصبح هيبقى التوالي توازي والتوازي توالي وبواصل الدني.